دروس النحو الموجهة لتلاميذ التاسعة أساسي والدرس اليوم هو بعنوان الاستفاهم عن عنصر من العناصر المكوناة للجملة إذن ننطلق من أمثلة هذه الأمثلة موجودة في كتاب النحو العربي كتاب اللغة لتلاميذ السنة التاسعة من تعليم الأساسي صفحة 54 تجدون هذا النص الذي أخذنا منه الجمل إذن هذه الجمل الجملة الأولى هل قبل الفضيل الهدية جملة الثانية دخل أحد على الرشيد إذن هنا في هاتين جملتين وقع الاستفاهم عن مضمون الجملة كلها امر إلى الجمل الموالية إذن هنا من دخل على الرشيد إذن نجد الجملة التي سبقتها أدخل أحد على الرشيد ثم الجملة التي بعدها من دخل على الرشيد إذن فالسائل يعرف أن هناك شخصا دخل على الرشيد لكن لا يعرف من هو على عكس الجملة الأولى هو لا يعرف إذن هل دخل أحد على الرشيد أم لا فلذلك إذن الجملة الثالثة هذه وقع فيها الاستفاهم عن الداخل على الرشيد وهويته يعني عن عنصر من عناصر الجملة فقط جملة الموالية إذن كيف دخل الفضيل على الرشيد هنا الاستفاهم عن كيفية دخول إذن الفضيل على الرشيد ويعرف أن الفضيل دخل على الرشيد لكن لا يعرف كيف دخل متى دعى الرشيد الفضيل هو يعلم أن الرشيد دعى الفضيل لكن لا يعرف متى بالضبط وهنا رقع الاستفاهم عن الوقت الذي دخل فيه الفضيل على الرشيد وقع الاستفهام عن عنصر فقط من عناصر الجملة ثم أين استقبل رشيد الفضيل؟ السائل يعرف أن رشيد استقبل الفضيل لكن لا يعرف أين استقبله فالاستفهام هنا عن مكان استقبال الرشيد للفضيل لكن المعلومة إذن حاصلة لدى السائل بأن رشيد قد استقبل الفضيل لكن غاب عنه مكان الاستقبال إذن في الجملتين الأوليين تم الاستفهام عن مضمون الجملة كلها أما في الجمل الموالية فقد تم الاستفهام عن عنصر واحد من عناصر الجملة أسماء الاستفهام التي بدأت بها هذه الجمل هي من كيف متى أين هذه هي الأسماء التي وقع استعمالها نوصل مع هذا الدرس محطة أخرى مستوى آخر من مستوى هذا الدرس إذن الجملة الأولى هنا من نصحك بالوقاية من الأمراض المستعصية هنا من إذن هو اسم الاستفهام وهذا من إذن نستفهم بها عن العاقل نسأل إذن من يعني هنا الإجابة ستكون إذن إما نقول فلان أو فلانة أو مجموعة إذن أشخاص أو ما إلى ذلك ما الذي حرم منه أطفال الشارع هنا الاستفهام عن غير العاقل لا نستطيع أن نقول لا نستطيع أن نقول مثلا ما نصحك بالوقاية من الأمراض ولا نستطيع أن نقول من الذي حرم منه الأطفال الشارع إذن فلكل إن شيتم جنس ولكل إن شيتم شيء ولكل جهة أدواتها الخاصة وأسمها الخاصة جملة الموالية أيضا كيف كيف إذن فتكت كيف فتكت هنا كيف فتكت المعاذرة هنا كيف فتكت الحرب بأطفال فلسطين الاستفهام هنا عن الحالة كيف فتكت بهم ففتكت بهم الجواب نقول بضراوة بضراوة فتكت بهم بضراوة إذن هنا بضراوة هي حال ثم أي قيمة للمساوات إذا كانت مجرد حوار هنا طلب تعيين غير العاقل ثم أي رجال أقدروا على تحمل المسئولية هنا تعيين أحد المشاركين أحد المشاركين أين إذن تتفشى معذلة الجوع طلب تعيين الظرفية المكانية أين أقول مثلا في الأحياء الفقيرة مثلا ثم متى تسلك مسلك الرحمة بهؤلاء المشردين طلب تعيين الظرفية الزمنية متى كم الساعة الآن طلب تعيين الكمية إذن وضعنا هذه إنشتم الأسماء في هذا الجدول إذن وإذن أوديا ثلاثة أوديا الواد الأول فيه اسم الاستفهام الواد الثاني فيه ما يطلب به والواد الثالث فيه الوظيفة طبعا من خلال الجمل السابقة فإذن لدينا اسم الاستفهام الأول من نصحك هنا من يطلب به العاقل والوظيفة فاعل ما يطلب به غير العاقل وهنا طبعا مفعول به لأن الجواب نقول حرم أطفال الشارعي من مثلا رعاية فإذن هذا مفعول به حرم أطفال الشارعي أطفال الشارعي نهاي بفاعل ومن رعاية إذن مفعول به كيف الكيفية عندما نقول كيف فتكت الحرب بأطفال فلسطين فإذن من خلال الإجابة نستطيع أن نتعرف على وظيفة كيف هذه إذن فهي حال أي قيمة للمساواة إذا كانت مجرد حوار أي قيمة مع مضاف إليه التعيين هنا عاقل وغير عاقل وهنا خبر لأن في الجواب نقول إذن قيمة المساواة إذا كانت مجرد حوار لا شيء مثلا ثم أي هنا أي أي إذن مع مضاف إليه قلنا إذن أنا خبر أين الآن أين إذن أين تتفشى معضلة الجوع فأين هنا مفعول فيه للمكان نقول إذن تتفشى فيه كذا وكذا تصبح مفعول فيه للمكان متى هذه الظرفية الزمنية طبعا والوظيفة في الجمل نستطيع أن نعود إلى الجمل إذن دائما إذن الظرفية الزمنية مفعول فيه للزمان عندما نقول متى تسلك مسلك رحمتي بهؤلاء نقول إذن عندما كذا وكذا إذن تكون مفعول فيه للزمان كم الساعة الآن إذن طلب تعيين الكمية كما قلنا إذن وهنا حسب موقع في الجملة وهنا إذن هي خبر لأن في الجواب نقول الساعة كذا وكذا الساعة كذا وكذا نواصل إذن مع إنشتم جزء الموالي إذن لهذا الدرس إذن ومن خلال هذه إنشتم الجمل دائما وأبدا قال الأسد لدمنتا هذا من كليل ودمنتا قال الأسد لدمنتا وقد أخبره أن الثورة شطربة يريد قتله لا أرى كيف يقدر على ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم فهذا الاستفهام من الناحية البلاغية إذن هذا الاستفهام يعني إنشتم خرج عن ناحيته أو عن معناه الأصلي معناه الأصلي إذن كما سنرى هنا أصبح له معنى إضافي معنى بلاغي إذن واستفهام تضمن هنا معنى الحيرة فالأسد حيران في حيرة من أمره إذن عندما أخبر بأن الثورة إذن سيقاتله وسيعني يفتك به وسيأكله إذن سيأكله يعني ربما لحمه قال إذن لا أرى كيف لا أرى كيف يقدر على ذلك وهو آكل عشب وأنا آكل لحم جملة الموالية وفي طريق العودة أجفلت إذن وضحكت أجفلت إذن وضحكت أجفلت يعني أنني ربما قفزت أو ما إلى ذلك خوفا وضحكت من جبني وضحكت إذن من جبني وقلت في نفسي ترى أي رجل أنا وهنا استفهام تضمن معنى التسوية أي رجل أنا فإذن يعبر الاستفهام عن عدم اليقين فيفيد التساؤل أو الحيرة ويستفاد ذلك من أفعال أو أسماء مشتقة من تلك الأفعال ما يلي درى علم عرف عجب حار احتار ترى مثلا نقول ترى ماذا يفعل أو إذن ماذا يفعل يا ترى كما يعبر عن التسوية بين أمرين أو أكثر ويستفاد من أفعال أو أسماء مشتقة من تلك الأفعال مثل يستوي وسيان وسواء سواء اجتهت أم أو لم تجتهد فإنك ستنجح مثلا أو سيان عندي بين اجتهادك وعدم اجتهادك ويقتضي تركيب الاستفهام إذن يقتضي تركيب الاستفهام المعبر عن تسوية هامزة الاستفهام وواحد من حرفي العطف مثلا في قولنا أولم يحن وقت الصلاة أولم يحن وقت الصلاة ثم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد قرآن كريم لنواصل مع المعاني البلاغية لإنشتتم الاستفهام أسماء الاستفهام مثلا هنا لدي إذن جمل أين يا شعب قلبك الخافق الحساس هنا الحسرة لأنه رأى شعبه ربما يعني لا يقاوم شعبه ربما لا يعمل أمير لذلك أين يا شعب قلبك الخافق الحساس ثم أين الطموح والأحلام كذلك تضمن معنى الحسرة معنى الحسرة عفوا طفل بريء مصاب بالأيدس هذا والله طفل بريء مصاب بالأيدس هذا والله هذا والله من عجائب هذا العسرة هذا معنى التعجب وهنا لا نرى اسم استفهام لا نرى اسم استفهام وإنما هذا طريقة الكلام وطريقة التعبير طريقة النطق بهذه الجملة تفيد الاستفهام طفل بريء مصاب بالأيدس هذا والله من عجاب أو تقول لتلميذ لم تقوم بواجبك لم تقوم بواجبك ليس هناك اسم استفهام ولكن هنا يعني طريقة معينة لربما الكلام تدل على الاستفهام جملة الموالية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله هل أدلكم معنى التشويق أو مثلا الجدة تقول لأحفادها هل أقص عليكم قصة فيقول لها نعم يا جدة نعم يا جدة نعم يا جديدة إلى خيره هنا معنى التشويق أتسرقون ثروات هذه الشعوب المسكينة ثم تتظاهرون بالتبرع لها بالطعام اليسير هذا كلام موجه طبعا للدول الكبرى التي تستنزف ثروات الدول الضعيفة الشعوب الضعيفة ثم بعد ذلك في حالات الأزمات أو ما إلى ذلك ترسل لها ببعض الأطعمة أو بعض الملابس أو ما إلى ذلك فهذا فيه إنكار أتسرقون ثروات هذه الشعوب المسكينة ثم تتظاهرون بالتبرع لها بالطعام اليسير هذا فيه معنى الإنكار ثم جملة الأخيرة إذن أية معجزة إن تشلت هؤلاء الشباب من بؤرة الفساد أي معجزة إذن أي معجزة إن تشلت هؤلاء الشباب من بؤرة الفساد هذا فيه معنى التعظيم لأن هؤلاء الشباب كانوا غارقين إذن في ربما الإدمان أو ما إلى ذلك وفجأة يعني يعني توقفوا وأقلعوا عن هذه الأشياء من المعاني البلاغية لاستفهام إذن الحسرة كما رأينا التعجب التشويق الإنكار والتعظيم وهذه كما قلنا معاني إضافية معاني إضافية إذن علاوة على المعاني الأصلية التي يعني عرفناها يعني في تقاط التطبيق الأول هو ضع اسم الاستفهام المناسب فيما يلي وكان إذا لقيه أهل القرية سألوه متى عدت من القاهرة كيف حالك وأين تركت أخاك الشيخ طه حسين قال الشيخ للفتاة ماذا قلتي قالت قلت الطبيب ليس هنا قلت الطبيب ليس هنا قال لكن أين ذهب الطبيب قالت لديه أعمال قال متى يعود حسن نصر التطبيق الموالي حول الجمل الخبرية التالي إلى جمل استفهامي مستعين بما سطر حققت المرأة المعاصرة عدة مكاسب وإذا نجعلها جمل استفهامي فنقول هل حققت المرأة المعاصرة مكاسب جمل الموالي تعاني عديد عديد من البلدان من الأمراض المستعصية بسبب الجوع إذن لماذا هنا بسبب الجوع انظروا إذن بسبب الجوع مفعول لأجله لماذا تعاني عديد البلدان من الأمراض المستعصية تكثف حملات التوعية أين في المدارس لتجنب التدخين أين تكثف حملات التوعية لتجنب التدخين إذن فهنا إذن الجملة إذن أصبحت كما نرى إذن أين أين إذن لأن هنا نبحث عن أنشتم المكان المكان الذي تكثف فيه حملات التوعية يشعر المدخن برغبة قهرية في التدخين إذا أصبح مدمنا متى إذا أصبح مدمنا متى يشعر المدخن برغبة قهرية في التدخين سر سعادتك محافظتك على صحتك ما سر سعادتي أنت تسأل الطبيب فتقول له ما سر سعادتي يا دكتور يقول لك سر سعادتك محافظتك على صحتك على صحتك نوصل إذن مع التمرين الثالث الآن في التطبيقات إذن أتأمل أدوات الاستفهام الموظفة في الاستعمالات التالية ثم أربطها بمعانيها الأصلية من جهة وبالمعاني التي أفادتها في سياقاتها من جهة أخرى إذن الجملة الأولى هنا أرشدك إلى ما يخلسك أو إلى حل يخلسك من داء القمار هنا هذه الجملة إذن فيها أو نشيتم الاستفهام هنا فيه يعني معنى أصلي وهو الاستفهام عن مضمون الجملة ومعنى إن شيتم سياقي نفهم من السياق يعني وهو معنى التخيير التخيير ثم أي قيمة للأدب إذا لم يتخلق به الذين ينتجونه يعني هنا الاستفهام عن العاقلي عن العاقلي أي قيمة للأدب إذا لم يتخلق به الذين ينتجونه وهذا إذن الاستفهام عن العاقلي هو المعنى الأصلي ولكن هذا الاستفهام تضمن معنى التحقير معنى البلاغي هو التحقير قال تعالى هل لنا من شفعاء فيشفع لنا هل هنا المعنى الأصلي هو الاستفهام عن مضمون الجملة ولكن المعنى السياقي البلاغي هو التمني ثم أين المفر البحر أمامكم العدو أمامكم هذه يعني عبارة وهي جملة إذن تسند لطارق بن زياد أين المفر هنا المعنى الأصلي هو الاستفهام عن الظرفية المكانية ولكن المعنى السياقي البلاغي هو التعجيز أين ستفرون ليس لكم أي مكان تفرون إليه ثم ما هذا الجمال وما هذه الروعة هنا استفهام عن غير العاقل وفيه معنى التعجب معنى البلاغي هو تعجب هنا ثم أخيرا كيف طمعت في هذه المرتبة ومن أباح هلك هنا الاستفهام إذن عن الحالة هو المعنى الأصلي ولكن هذه الجملة وهذا الاستفهام فيه معنى التعجب أمامكم إذن هذه انشتم هذا الجدول هذا الجدول إذن وضعنا فيه هذا الاستفهامات أو الجملة الاستفهمية أو إن شدتم وضعنا فيه الأسماء الاستفهام وإذن تجدون في على يعني في الواد الأول نجد المعاني الأصلية وإذن في الواد الثاني المعاني السياقية تستطيعون إذن التثبت إذن والتماع في هذه المسألة إذن آخر التطبيقات هو تحليل يعني مجموعة ثلاث جمل حقيقة ثلاث جمل إذن الجمل هذه مطلوب من أن نحلل الجمل التالية بطريق الصندوق وأن نستعين بالإجابات المقابلة إذن للصندوق لأن الإجابة تساعدنا على إن شتم هذا التحليل وعلى معرفة الوظائف الجملة الأولى من فكر في تجربة القمار الجواب إذن الذي سينير لنا الطريق هو فكر في تجربة القمار بعض الشبان متهورين وبعض الشبان متهورين إذن هي التي يعني تقابل من في الجملة الأولى فمن هنا فاعل متقدم مثل بعض إذن فكر من فكر بعض الشبان إذن فاعل متقدم الفعل هو فكر في تجربة القمار مفعول بهذه جملة فعلية بسيطة الجملة التي تليها كيف أنجزت الامتحان كيف أنجزت الامتحان الأبو إذن يسأل ابنه كيف أنجزت الامتحان فيقول له أنجزت الامتحان بسرعة فكيف هنا هي اسم استفهام يدل على الحال ثم أنجزت إذن أو أنجزت أنت يعني فعل والفعل مستثر والامتحان مفعول به والجملة الأخيرة متى تتحرر المرأة العربية إذن تتحرر المرأة العربية عندما يتحرج المفعول فيه للزمان وبالتالي هنا متى اسم استفهام مفعول فيه للزمان وتتحرر إذن فعل فاعل مركب نعتي وهذه جملة فعلية بسيطة هذا بالنسبة لدرس الاستفهام عن عنصر من عناصر الجملة إذن نلتقي في درس اللاحق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله